اعتبر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن مدينة الجبال الصناعية تمثل قصة نجاح للوطن ونموذجا متكاملا للنجاح على كافة المستويات سواء في إدارة المدينة ومنجزاتها أو التخطيط أو البنية التحتية وكان وزير التعليم قد قام بجولة انتفقدية لمدارس الهيئة الملكية بمحاوظة الجبال والطلاع على عديد من الإنجازات والأنظمة الزميل سلمان المطيري تواجد في الموقع ونقل لنا هذا التقرير نشاهده سويا قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مؤخرا بزيارة الهيئة الملكية بالجبال وكان باستقبال سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور مصرح بن حامد الاعتابي حيث رحب سعادة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبال بوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى والأفد المرافق له وقدم له شرحا عن فكرة إنشاء مدينة الجبل الصناعية منذ نشاته حتى الآن وما وصلت إليه من تقدم جعلها تنافس المدينة الصناعية عالميا عقب ذلك قدم معالي وزير التعليم درعا تذكالي لسعادة الرئيس التنفيذي لاستضافة الهيئة الملكية بالجبال للقاء التطوير الثاني لمدير التعليم بمدينة الجبل الصناعية تجعلنا نتفاعل بمستقبل التعليم طالما عندنا نماذج ناجحة ونماذج متميزة نستطيع أن نطبقها في أماكن أخرى إن شاء الله تأتي هذه الزيارة على هامش نعقاد اللقاء تطوير الثاني المدري التعليم على المستوى المملكة تحت شعار نحو تعليمه المتميز والذي تصديفه الهيئة الملكية بالجبيل لبرنامج الحصاد الشرقي سلمان المطيري الجبيل الصناعية